الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثالث والعشرين من أبريل تطورات هامة القوات الروسية تواصل تقدم في أشيرتيني وتسيطر على غالبية البلدة والقوات الأوكرانية تنسحب منها وكذلك تقوم القوات الروسية بتطوير هجمات إضافية كإضافة لكل ذلك ضربات كثيفة للقوات الروسية باتجاه عدد من المناطق الأوكرانية دعونا نتابع سويا ما حصل ليلة أمس حتى ساعات الصباح طبعا أحبائي أتمنى من حضرتكم والانضمام بالقناة مشاركة الفيديو على أوصى نطاق وطبعا الأهم وهو مشاركة الفيديو ليصل لجميع أصدقائكم أيضا خلال الفيديو سأعرض خريطة المناطق المتبكية تحت سيطرة القوات الأوكرانية في الأقاليم الأربع لذلك رجاء لا تفوتوا أي معلومة تابعوا حتى النهاية سنبدأ مباشرة باتجاه أشيرتيني حيث أحرزت القوات الروسية تقدما في هذه البلدة بعد السيطرة بالأمس على الضحية الجنوبية وطبعا التقدم باتجاه وسط البلدة قامت القوات الروسية بهجمات باتجاه الشمال وباتجاه الشرق والغرب واستطاعت السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون تمكنت القوات الروسية من الضغط بشكل كبير على القوات الأوكرانية ما دفع لإخلاء موقع إضافة للسابق ففي الفترة السابقة هرب اللواء 115 الأوكراني وتراجع المناطق الخلفية هنا فلاحقا قامت القوات الأوكرانية باستدعاء اللواء 47 واللواء الثالث من أزوف إضافة لتشكيلات الأوكرانية كانت موجودة هنا سابقا لحماية المدينة أو البلدة ولكن لاحقا تمكنت القوات الروسية من الضغط بشكل كبير ما دفع القوات الأوكرانية للتراجع وإخلاء المواقع وبالتالي تبقت بعض الأجزاء هنا تحت السيطرة الأوكرانية والبلدة ليست تحت السيطرة الروسية الكاملة ولكن اللافت وكما تلاحظون وأكيد من تابع القناة ومن تابع الأخبار قد لاحظ ذلك أن أوشيرتيني رغم التحصينات الموجودة بكثافة بمحيطها رغم التشكيلات الأوكرانية الموجودة بكثافة في هذه المنطقة رغم تعقيد بعض الأمور إلا أن القوات الروسية خلال فترة وجريزة حوالي الأسبوع تمكنت من الدخول ومن السيطرة على موازمها وبالتالي يمكن قول سقطت هالة موجودة بشكل كبير في اتجاه هذه البلدة كانت موجودة في هذه البلدة هالة إعلامية هالة نفسية كيف سقطت يمكن قول معظم أوشيرتيني طبعا بداية يمكن الحديث عن ربما تكتيك أوكراني قد يكون هدفه وضع الروس في أوشيرتيني ولاحق مهاجمتها هذا ما نتحدث عنه أيضا تكتيك أوكسكو سيناريو آخر يقول أن الأوكران تعرضوا لضغط نفسي نتيجة ما شاهدوه في بقية الجبهات والقرى الأوكرانية وقصف الذي تعرضوا له من قبل قناة بالفاب فكما كنت أقول لكم منذ سيطرة الروس على أفديفك تم وضع معادلة إما التعرض لقناة بالفاب وإما الانسحاب وبالتالي قد يكون نتيجة ضغط نفسي القوات الأوكرانية تراجعت وأخلت موقعها في أوشيرتيني لا أحد يعلم وقد يكون فعلا جهد روسي متكامل مع هذه العوامل جميعها طبعا حبائي ماذا عن موضوع يعادة القوات الأوكرانية لإيشان هجرت مضادة باتجاه أوشيرتيني تلاحظون هنا في خريطة السيطرة كما تلاحظون بشكل جيد أن القوات الروسية وصلت إلى حدود التحصينات الأوكرانية التي بنتها في محيط أوشيرتيني وبالتالي أي هجوم أوكراني لاحقا باتجاه أوشيرتيني بإمكان القوات الروسية استخدام هذه التحصينات الموجودة في شمال المدينة وحتى في الجزء الجنوبي منها وبالتالي ستساعد القوات الروسية في الدفاع عن البلدة فيما يتعلق بموضوع غروب القوات الأوكرانية طبعا انسحاب أو هروب أو فرار أو غيرها من المصطلحات طبعا جميع واقع واحد أن القوات الأوكرانية خرجت من أوشيرتيني وبقية أجزاء أو قوة بسيطة تقاطر في الأجزاء الشرقية هنا تحاول حماية هذه المنطقة طبعا أحبا سأبعد الصورة قليلا تلاحظون إضافة لكل ذلك تمكنت القوات الروسية من السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري أيضا باتجاه نوفو بخموتيفكا كذكرت لكم مرارا وتكرارا أن القوات الروسية بدأت إمكانها شنها جانت باتجاه نوفو بخموتيفكا وبالتالي هذا ما تسعى عليه لذلك تقدمت القوات الروسية وسيطرت على هذه المنطقة باللون الزهري إضافة لذلك بدأت الهجمات وعمليات الدخول باتجاه نوفو بخموتيفكا كذلك بدأت عمليات القوات الروسية للدخول باتجاه سولوفيوفي في هذه المنطقة وبالتالي هناك ضغط روسي كبير للسيطرة على هذه الكرة المحيطة طبعا بأوشارتيني لذلك لننتظر ما الذي ستقول إليه الأمور ولكن حتى ذاك الحين ربما الروس باتوا لديهم سلاح النفسي للضغط على القوات الأوكرانية لإجبارهم على التراجع وهذا ما يمكن أن يسهل مهمتهم في السيطرة على بعض الكرة والبلدات طبعا القوات الأوكرانية الموجودة هنا هي طبعا في حالة خوف من قنابل الفاب وغيرها من الأسلحة الروسية ولكن في نفس الوقت هناك أوامر بالبقاء وبالقتال والدفاع عن القرى والبلدات وبالتالي هنا يبقى السؤال الهام هل سنشهد معركة سريعة أم سنشهد معركة بطيئة نتيجة مقاومة أوكرانية هنا أتمنى من حضرتكم كتابة آراءكم في التعليقات لذلك أحبائي كما تلاحظون ذكرت لكم أن القوات الأوكرانية بقيت في الأشجاء الشرقية من أوشارتيني ربما تحاول منع القوات الروسية من التقدم بهذا الاتجاه كي لا يكون هناك أي عملية تطويق للقوة الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة تلاحظون الدفاعات الأوكرانية الموجودة في هذه الاتجاهات القوات الروسية ربما تحاول القيام بعملية التفاف على القوة الأوكرانية الموجودة هنا وتطويقها لذلك طبعا سنشهد عمليات قطالية ربما سنشهد عمليات انسحاب ربما لا أحد يعلم بالتحديد ما الذي سيحصل لذلك ننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين دوما تابعوا القناة وتابعوا الفيديوهات دوما حتى النهاية فيما يتعلق أحبائي بموضوع طبعا بيرديتشي وسامينيفكا ما زالت الحامية الأوكرانية الموجودة في سامينيفكا وبرديتشي تحاول القطال حتى آخر نفس تحاول تأخير أي تقدم روسي وسيطرة روسية في هذه المنطقة ربما يمكن قول ننتظر إن كانت القوى الأوكرانية التي تم أخذها من سامينيفكا وبرديتشي من اللواء الساب والأربعين واللواء الثالث من الأزوف ستؤثر على وضع الدفاعات الأوكرانية الموجودة هنا ولكن الأوكران لا يريدون مزيدا من الانهيارات المعنوية والنصر الروسي فبعد سيطرة القوات الروسية على بلدة نوفوميخ هيليفكا لا وطبعا بعد التقدم الكبير في أوشاريتيني لا يمكن للأوكران تحمل سماع خسارة المزيد من البلدات والقرى وإن كانوا يعلمون أن سامينيفكا أغلبها أو يمكن قول 70% من سامينيفكا تقريبا تحت السيطرة الروسية وبرديتشي بمعظمها تحت السيطرة الروسية ولكنهم لا يريدون أن يسمعوا تقرير وزارة الدفاع الروسية يقول لقد سيطرنا مثلا على سامينيفكا أو لقد سيطرنا مثلا على بيرديتشي وبالتالي تحاول القوات الأوكرانية الصمود قدر الإمكان في هذه المنطقة أحبائي فيما يتعلق بوقية الجبهات القوات الروسية تحاول توسع مجددا في اتجاه كراسنوريفكا ولكن لم تستطع إحراز أي نجاح في اتجاه كراسنوريفكا كذلك تستمر العميات العسكرية على طول خط محور دانياتسك أما اللافت كان هو الضربات الروسية المكثفة باتجاه خاركيف سومي وباتجاه أوديسسا وكييف إضافة لذلك كان هناك ضربات كثيفة للقوات الأوكرانية باتجاه بيلغوراد وباتجاه شبكينو هنا تمس قتل عديد من الصواريخ ولكن كان هناك الصواريخ قد أصابت المنطقة إضافة لذلك أعرض قوات الأوكرانية أنها تصدت لبعض المسيرات الروسية التي توجعت باتجاه كييف وخاركيف وأوديسسا إضافة إلى ذلك فيما يتعلق باتجاه شازيفيار المعارك مستمرة ولكن دون أن يكون هناك أي تقدم فعلا هناك ضغط روسي كبير في بعض الاتجاهات إضافة لكل ذلك هناك عمليات ضغط روسية باتجاه روس دوليفكا كذلك الأمر هناك عمليات مكثفة باتجاه تيرني وينبوليفكا دون أن يتمكن أي من الطرفين من إحراز أي تقدم إضافي أحبائي فيما يتعلق موضوع المناطق المتبقية لسيطرة الكوات الروسية على أقليم دانياتسك هذا ما تبقى باللون الأصفر لتسيطر الكوات الروسية على كامل أقليم دانياتسك كما تشاهدون تلاحظون أن المساحة كبيرة تحتوي على كثير من المدن والبلدات إضافة لكل ذلك طبعا سأعرضها لكم بهذا في اتجاه لوانسك تبقى هذه المنطقة مع غابات كريمينا أما في اتجاه خيرسون وزابوروجي فهذا ما تبقى تحت سيطرة القوات يعني ما تحتاجه على القوات الروسية للسيطر عليه لتقول سيطرة على كامل أقليم زابوروجي وهذا ما تبقى لتقول سيطرة على كامل أقليم خيرسون إذن أحبائي هذه هي الأخبار حتى صباح اليوم أي جديد سوف أفككم به طبعا لا تنسوا رجاء بمشاركة الفيديو على أوسع النطاق دعوة أصدقائكم والدعم المادي لهذا القناة هذا القناة تحتاج لدعمكم المادي لتستمر هذا العمل يحتاج لتفرر كامل وبالتالي أتمنى أن يكون هناك تقدير مادي إضافة إلى التقدير المعنوي الهائل الذي تحلز به هذه القناة أشكركم دوما على كامل محبتكم وصيقتكم ودعمكم وإلى اللقاء بفيديو آخر ترجمة نانسي قنقر